ما تكرنش نفسك بغيرك المقارنة بالغير ما بيطلعش منها غير انك هتكره نفسك واتطلع على قطة الفتصانة وما تحققش اهدافك يعني مش محتاج اشرح فده كلام معروف طبعا فحد يقولي يا عم انت بتقول كلام معروف ومش عارف ايه ما هو الكلام المعروف بس للأسف التطبيق لما انت الكلام وانت بتاخد الكورس كده سهل بس لما تيجي تطبقه في الحياة الوقائية بتلاقي نفسك ما بتطبقش عشان كده انا في اول الكورس قلتلك اهم حاجة التطبيق اللي بيطبق هو اللي بينجح اللي بيطبق هو اللي بيتغير اللي بيطبق هو اللي بيغير عاداته هو اللي بتتغير حياته تمام؟ ما تقارنش نفسك بحد تعوض على نظام المكافأة الناس هنا بقى تعالولي اللي بتقولي احفز نفسي ازاي اكمل هدفي ازاي مكافأة اعمل حاجة كافئ نفسك حط اهدف صغيرة وكافئ نفسك وهنخش برضو بالتفصيل في التطبيق في الحلقة الجاية اولي بعدها ان شاء الله فلازم تتعاود على النظام المكافأات انك تدي مكافأة نفسك زي ما بتلعب جيم كده تلاقي نفسك كسبت اداك مكافأة لو ما اداكش مكافأة هتسيب الجيم هترميها هتمسح صح؟ فنظام المكافأات تعمل اهداف صغيرة وتكافئ نفسك ده اكبر حافز للاستمرارية طبعا موضوع التحفيز ده موضوع كبير جدا هناخده برضو ان شاء الله في الحلقات الجاي ولكن بناخد هنا نقط صغيرة ونبذات صغيرة هنا بندردش مع بعض بغير الوعي بتاعك عن النجاح بغير المفاهيم المغلوطة عن النجاح ابدأ صغيرا تصبح كبيرا زي ما قلنا نقطة البرفكشنست بيباعي سيبتدي كبير ولكن معظم النجاحين بيبتدوا صغيرين وبيبتدوا من السفر وبيبتدوا يكبروا واحدة واحدة اتعلم من اللي سبقوك ما تبتديش من البداية خدناها في اللي فات طبعا انت لو بتجري الفيديو او كده انصحك ترجع تشوف صفات النجاحين فاتت من حوالي ربع ساعة مثلا هتلاقيها في الشابترز في اليوتيوب تحت في الديسكريبشن في الوصف سندق الوصف لا تنتظر دعم احد ابدا ودعم نفسك زي ما قلناها فوق برضو لن يدعمك احد مهما كنت مستني بعض المقربين ممكن يدعموك ولكن تعود ال لا تنتظر دعم احد لان انت اللي هتخسر حلو جدا لو حد دعمك ولكن كنت دعم الاول لنفسك فهتبتدي كده المحرك جاي من جواك فانت مش محتاج محرك من بره فانت بتختصر عن نفسك وقت ومجهود والكلام ده كله كن انانيا دي بقى عكس الحاجات اللي فوق قلنا بقى ساعد الناس ومش عارفه وجايب اقولك دلوقتي كن انانيا منك اقفل الكرسي عم وراعة كن انانيا دي برضو باختصار عشان ما نقعدش ان نتكلم فيها كتير طب ما تكتبو لي تحت في الكومنتات مثلا قبل ما احكي كده من غير ما نغش طبعا تفتكروا هن ايه المقصود بكون انانيا ازاي دي نصيحة مهمة عشان تكون ناجح كتبت في الكومنت ولا وقف الفيديو وانزل اكتب يعني انا شايفك كن انانيا هتنز هت في ناس بتدوس على نفسها عشان الاخرين يعني ممكن يبقى عنده حلم يسيبهم الحلم بتاعه ده اصلا يقعد حقق في حلام الناس التانية وصلت الصورة طبعا محتاجة كلام كتير بس انا مش عايز اطور عليكم بس زي ما انا قلت كده اه تعرف امتى تدي وقت للناس وامتى تدي وقت نفسك تعرف ان وقتك غالي حياتك غالية تعرف ان محدش هنفعك فبتساعد الناس وبتعمل كل حاجة ولكن انت اولا يعني انت لو الناس كلها مثلا يعني ده طبعا مستحيل يحصل بس في العالم المواسي يعني لو الناس كلها فضلت تساعد الناس التانية محدش حققه هدفه يعني كل واحد ساب هدفه ومش حققه بقى في اهدف الناس التانية فهي حتى سنة كونية انت يعني زي ما حتى بيقول الاقربون اولى بالمعروف فمين الاقربون انت اقرب واحد لنفسك فانت ثم الباقي يعني ازاي توازن في حلقات جاية ان شاء الله لا تتمنى ان لا تكون فقيرا بل تمنى ان تكون غنيا ايه عم من نحو والتعبير والحاجات الغريبة دي بص في قانون اسمه هبقى حطه لكم برضو في الحلقة الجاية ان شاء الله فاكرين لما قلنا ما تتحركش ناحية عدم السقوط لو عايز تذاكر يعني في الجامعة او المدرسة ما تقولش انا مش عايز انا عايز مسقطش قول انا عايز انجح واجيب درجات عالية نفس الفكرة ما تقولش انا مش عايز اكون فقير لا قول انا عايز اكون غني طبعا دي نقطة خاصة بالفلوس ولكن الفقر والغنى هو مش فلوس بس هو حاجات تانية في فقير في صحته في فقير في ساعته في فقير في حبه فده برضو نقطة كبيرة جدا هناخدها ان شاء الله بشكل مفصل في الحلقات الجاية انا بقولكو باذن الله ده كرسي شامل متكامل فمحتاج معانا يعني رحلة هتاخد شهور ان شاء الله ولكن لحد دلوقتي دايما ما تقولش انا مش عايز ابقى كذا لا اقول انا عايز ابقى كذا فهنا لا تتمنى ان لا تكون فقير ما تقولش انا مش عايز ابقى فقير وتحط اهداف انك ما تكونش فقير لا احط اهداف انك تكون غني هتفرق تماما في كل حاجة بتعملها لا تفكر في المال فقط كنجاح ولكن لا تحقر من اهميته في ناس بتوعف مشكلة ان كل اللي بتشوفه وهي بتحط اهدافها بتحط بتشوف الفلوس بس دي طبعا مشكلة كارثية هناخد اخطارها قدام لان زي ما قلنا النجاح مش فلوس بس النجاح في حاجات كتير انت ممكن تاخد الكورس ده كله وتستفد منه ان انت تنجح في تغيير صحيتك مثلا للاحسن فممكن تحقق حلمك ما يكونش مرتبط اوي بالفلوس ولكن هنا بص بقى الجزء التاني من الجملة ولكن لا تحقر من اهميته يعني ما تحقرش من اهمية المال هو المال لاهمية ولكن حطه في المكان الصحيح وانت بتحط الاهداف وزي ما قلنا هنتكلم ان شاء الله في الحلقة الجاية او اللي بعديها عن السمارت جولز اللي هو النظام الاشهر لتحقيق الاهداف